مصار سياسي جديد ينفتح تدريجيا في إقليم ناجورني كرباخ بعد أكثر من عشر ساعات من محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف مع نظيري الأذربيجاني والأرميني توجد بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار إلا أن الساعات الأخيرة قبل تصفير الأهداف تحولت إلى محاولات لإثبات الذات كما بدت الساعات الأولى من الهدنة بقصف متبادل من الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليها ومع ركحان جدية وقف النار سيشمل القرار بدء محادثات بشأن تسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على أن تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة الوساطة في العملية الإنسانية كما سيسعى البلدان لتبادل الأسرة واستعادة القتلى تتجه روسيا برعايتها للهدنة وفق المؤشرات الظاهرة إلى الآن إلى إغلاق كبرى ساحات المواجهة في العالم حرب طاحنة أفقرت الإقليم المتنازع عليه مقومات العيش كافة فيما لم يكسب الطرفان المتنازعان شيئاً سوى تحول ذلك الجيب الجبلي الواقع في جنوب منطقة القوقاز إلى مستنقع ومقبرة لقوات البلدين المتنازعين المنتشرة في طول البلاد وعرضها